كل بصر دي حاجة عظيمة تعرف بيت لوستة علاء الخواجة؟ أهو بسوق تواجه رجل محترم الله يرحمه ويخفر له ويحسن إليه ساد مين ورابع ثلاث بناته ولد حبيبة باركة من عند ربنا وعنده بنته ملك تعبانة بيجي لها صفايح دم من أمريكا وكده وعنده محمد ربنا يخلو له صغير هم ملهمش مصدر رزق اللي غير المحل كان أبوهم فتح إيه اللي وصل المحل بقى إنه هو يبقى في الوضع ده؟ عشان خاطر جوزي كان بيجي قبل الموسم اللي هو الموسم رمضان والعياد وكده كان بيبقى عميه جمعية بنابقى عميه حسابنا بنجيب بضاعة بننزل حاجات كتير وكده فلما توفى نكوناش بندفع الإجار الكون وفي نفس الوقت ما جبناش بضاعة فكرتي بتعملي حاجة تانية أو اشتغلي شغلانة تانية تشوفي مصدر دخل تاني وفي نساوي غير المشاط وإحنا نعلم ولك وكده وأنا رفضت عشان ديك أترغب بضوزي إن يفضل عجل حتى لما الإجار يتكون والموحامي أعمل مشكلة معنا صبرت إنه عاديك الفلوس بس إنه أنا برضو مش هقفله قاز أم مرة فكر أصفي نفسيتي تتعمل جبنالك بضاعة عجل جبنالك إحنا عرفتها برضو إنه هو لازم بقى في الفطوطة لازم بقى في مكانة علشان تتأجر وقالت نفخ جبنا كل حاجة منفخ وقطع غير العجل وكل حاجة إن شاء الله ده يعني مسلين 3-4 لحد وتوفي على رجلك بس أنا عايزك تعاديهم حاجة عايزك دايما نساعد الناس اللي حواليك خيركم من الناس من ينفع الناس